التحال أو ما يسمى سبلين هو أكبر عدو لنفاوي موجود في الجسم وهو مركب من نسيج لنفاوي وأوعادة موية التركيبة الخلوية للتحال بتخليه ظرف الأشعة المقطعية بشكل مميز وده بسبب اختلاف الأجزاء المكونة لي فبيحتوي على مناطق اسمها ريت بالب ومناطق تانية اسمها ويت بالب مناطق الريت بالب بتحتوي على كميات كبيرة من الدم بينما مناطق الويت بالب بتحتوي على نسيج لنفاوي وخلايا ضم بيضاء مكان التحال بيقع خلف المعدة في الربع الأيصر من البطن واللي اسمه lift upper quadrant of the abdomen وبيتم حمايته من الخلف وبوسطة الدلوع التاسع والعشر والإحداشر بيحيط التحال من الداخل كل من الكليا اليسرى لها lift kidney والsplenic fracture of the colon اللي هو إنحنالي كولون بجوار الاسبلين والبانكريات الكتيل اللي هو دي للبانكرياس ومن الخنف التحال بيكون متصل بالحجاب الحاجز اللي هو ديفران والبلورة وهو الغشان المحيط بالرع والlift lung والريبس التحال مربوط بالgreater curvature of the stomach بواسطة ترباط اسمه gastro splenic ligament وبيكون مربوط أو بتصل بالlift kidney بواسطة ترباط اسمه linear renal ligament السبلين أو التحال بيستعبل الدم الشرياني من السبلينك artery وبيصرف الدم الوريدي خلال السبلينك vein كل من السبلينك artery والسبلينك vein بيدخلوا ويخرجوا من التحال خلال سورة التحال والاسمها سبلينك highlam ودي موجودة ما بين المخفضين في التحال وهو مالجاستريك والرينال ديبريشان قلنا قبل كده ان الاسبلين عضو مليان بالأوعية الدموية لذلك من وظيف التحال انتهى خلايا الدم البيضة وفلطرة خلايا الدم الغير طبعية من الدم وتخزين الحديد من خلايا الدم الحمرة وهو أول عضو بتبدأ من عنده عملية الاستجابة المناعية لأي وجوم أو خطر الشكل الطبيعي للتحال في فحص الأشعة المقطعية هو انه بيظهر متجانس ولكن بعد حقن السبغة مباشرة في المرحلة المبكرة اللي هي إيرلي أرتريا الفيز بيظهر بشكل غير متجانس والسبب في تكوين التحال نفسه اللي اتكلمنا عنه لان في مناطق فيها أوعية دموية بتاخد السبغة وتظهر بلون فتح وولا تتانية مفهاش أي أوعية دموية وبالتالي مش بتاخد سبغة وتفضل زي معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر